اهلا بكم الى هذه الظاهرة من الميادين وفي عنوينها لا يوجد هدف اسرائيلي في البر أو في البحر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة السيد نصر الله في حوار الاربعين للميادين صواريخنا الدقيقة تطال كل الاهداف الاسرائيلية برا وبحرا وتل أبيب لن تستطيع استخراج النفط قبل حصول لبنان على حقوقها إذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش بأيلول ولبنان بعد ما أخذ حقه يعني رحنا على المشكلة في ماذا سنفعت؟ بتشوف يوم متى وزير الأمن الاسرائيلي يقول لنرغب في تدهور الأمور وعلينا استخراج الغاز من دون المس بحقوق اللبنانيين وأعلام تل أبيب يشكك في قدرة الجيش الاسرائيلي على حصم أي حرب على وقع الهتافات المناددة بموارساته والمتمسكة بالمقاومة الاحتلال يفجر منزلي منفذي عمليات أرئيل في سلفيت شمال الضفة روسيا تصف المواقف الإسرائيلية بشأن الوكالة اليهودية بأنها غير بناءة وسياسة الاتحاد الأوروبي حيالها بمزيج الوقاحة والطفولة والغفاء سمرارو فارزي أصوات الاستفتاء في تونس بشأن الدستور الجديد احتفالاتهم في العاصمة والرئيس سعيد يقول التاريخ لن يعود إلى الوراء ما قام به الشعب الدوليسي في هذا اليوم درس للعالم ودرس في التاريخ وفي الظاهرة موجز اقتصاد مع أليسار كرم أليسار مرحبا مرحبا أحمد في اقتصاد الظاهرة لهذا اليوم رغم رفض بعض الحكومات المفوضية الأوروبية تقرر تخفيض السلاك الغاز 15% وسعر الغاز يقفز 12% وفي منجز أخبار الرياضة في هذه الظاهرة معنا الزميل علي خليفة مساء الخير علي مساء النود دينا ماذا لدينا اليوم تفضل في رياضة الظاهرة الدون في طريقه لاستعادة مكانه في تمارين منشستر يونعتد الإنجليزي هذه العنوين السياسية والاقتصادية والرياضية سنتابع تفاصيلها في خلال النشرة ولكن نبدأ أولا بالملفات السياسية ونبدأ بمواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في حوار الأربعين عبر الميادين حيث أكد أن لدى المقاومة قدرة بحرية دفاعية وهجومية تكفي لتحقيق الردع المطلوب والأهداف المنشودة في مواجهة العدو الإسرائيلي الأمين العام لحزب الله شدد على أن صواريخ المقاومة الدقيقة قادرة على الوصول إلى أي هدف إسرائيلي في البر أو البحر وأكد أن الدولة اللبنانية أمام فرصة تاريخية للاستفادة من حقوقها البحرية ما تريده الدولة اللبنانية في عند الفرصة تاريخية أن تحصل عليه الآن الآن وليس غدا فقط إذا هاي الفرصة ضاعت مش معلوم طيب شو المعادلة عم نحكي عنها؟ هذا ترسيم الحدود البحرية وكل بلوكات تبعنا بلبنان واستخراج النفط والغاز ومجيء الشركات الممنوعة والمهددة بالعقوبات لتعمل في لبنان مقابل استخراج النفط من كاريش ومما بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش يعني كل الحقول نحن سواء في البحر أو في البر أي هدف يعني بتعبير آخر لا يوجد هدف إسرائيلي في البر أو في البحر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة نحن لدينا قدرة بحرية ما ما بدنا نبيلغ قدرة بحرية ما كافية لتحقيق أراد المطلوب وكافية لتحقيق الأهداف المنشودة هلا أدى بدك تتصور حجم الموضوع فيك تتوسع وفيك تضيير دفاعية كلها لا شو دفاعية هجومية دفاعية هجومية لما بتحكي عن ردع وتحقيق أهداف يعني دفاع وهجوم مش بس دفاع هل نحن قادرون أن نردع أن ندفع العدو أن نضرب أهداف في بحر فلسطين محتلة كامل في أي مكان من هذا البحر نعم نحن لديناي القدرة السيد نصر الله قال أنه إذا بدأ استخراج النفط والغاز من حقل كاريش في أيلول سبتمبر قبل أن يأخذ لبنان حقه فنحن ذاهبون إلى مشكل كما قال نحن الوقت مش مفتوح الوقت هو لأيلول ليش لأيلول مش أنا عم خمن لأيلول لأنه الإسرائيليين قالوا أنهم سيبدأون باستخراج النفط والغاز من كاريش بأيلول إذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش بأيلول ولبنان بعد ما أخذ حقه يعني رحنا على المشكلة شو ماذا سنفعل؟ بتشوف يومتها الله حقول شو مدنا نعمل؟ يعني يمكن أن تضرب منصات إسرائيلية فعلا؟ شوف نحن حطينا هدف وكل ما يحقق هذا الهدف سنلجأ إليه بدون أي تردد السيد نصر الله أكد أن حزب الله أوقع إسرائيل في فخ من خلال إجبارها على إطلاق النار من الجو والبحر باتجاه المسيرات كاشفا عن قرار الحزب إرسال نوع ثاني من المسيرات يمكن أن تسقطه إسرائيل بهدف إحداث الأثر المطلوبة نحن أولا ما نقوله نحن نقدم على خطوة من هذا النوم هي أول رسالة الرسالة التانية أو الهدف التاني نحن بدنا إطلاق نار هونيك لكن النار بدنا إياه من الإسرائيل نحن كان فينا نطلق نار فينا نضرب صواريخ بالسماء فينا نضرب صواريخ على البحر بعيدا عن السفن نحن اللي عملناه خلينا الإسرائيلي يطلق نار من الجو ومن البحر يعني بقى عبالفخ؟ طبيعي وعبالفخ هلأ بدك تنصح وأنه بعدين إذا بعتنا مصيرات ما يسقط حتى ما يقع بالفخ لكن وقع بالفخ عمليا هو طلع سلاح جو طلع F-35 طلع F-16 وصقط وحدة ما قدر يسقط الثانية فاضطر أن يلجأ إلى القوة البحرية واستخدمت صواريخ بحر جو باراك لإسقاط الثانية أما الثالثة خلينا نكشف كمان يعني نعمل لك شغلات جديدة أما الثالثة هو لم يسقطها أصلا نحن نعينا وحدة صغيرة بتروح إلى آخر مدى وبيخلص كذا بتنزل بالبحر هذه الثالثة هو أصلاً ضيعها يعني ما سقط ولذلك هما بيحكوا عن تنتين أنه سقطوا تنتين سيد نصر الله كشف كذلك أن مسيرات المقاومة دخلت إلى فلسطين المحتلة وعادت عشرات المرات خلال السنوات الماضية من دون أن تسقطها إسرائيل في عنا نوع من المسيرات يمكن أن تذهب وترجع دون أن يسقطها العدو الإسرائيلي وبدأ أكشف يمكن للمرة الأولى أنه لطالما مسيراتنا دخلوا إلى منطقة الجليل وإلى شمال فلسطين المحتلة ورجعوا وذهبوا ورجعوا وذهبوا ورجعوا عشرات المرات خلال السنوات القليلة الماضية دون أن يتم إسقطها ألا من كم يوم فرح الإسرائيلية أنه نزلوا هاي تبع الأعراس يعني هاي عادة من مكان بيقدر يقتنيها وبيطلعها فوق الحدود أو لكن لا عم نحكي عن مسيرات سابحة بتفوت وبترجع وبتصور وبتجيب صور وإلى آخر لم يكتشفها أو لم يريد أن يسقطها إسرائيل لم يكتشفها لم يستطع أن يسقطها لم يوق ما عنده لا أكيد يريد يريد أسقطها أكيد لو كشفها لا أسقطها لو كشفها لا أسقطها السيدة نصر الله رأى أن نهاية الكيان الإسرائيلي قريبة جدا مشيرا إلى أنه كيان غير قابل للاستمرار بسبب عوامل داخلية وخارجية أنا المشهد عندي مشهد ناس ضب شنطة رايحة على المطارات وعلى الموانئ وعلى المعابر الحدودية مع مصر ومع الأودن هذا المنظر لبالي يعني هذا كيان ليس له مستقبل نحن نعتد في مجموعة عوامل أولا مثل ما هنا بيقولوا العوامل الداخلية صحيحة وهذا شيء من ثقافتهم من تربيتهم من بيئتهم من تركيبتهم والأمور رايحة بالاتجاه إلى ما هو أسوأ وهذه الانتخابات البرلمانية المقبلة طيب الأسباب الداخلية كلها على بعضها اقتصادية وثقافية وتربوية ودينية اثنين تمسك شعب فلسطيني اليوم نفس المقاومة عن شعب فلسطيني وإرادة الصمود وإرادة المقاومة والإمام بالمقاومة أعلى من أي وقت مضى رغم كل الظروف الصعبة اللي مرأت عليه من أكثر من سبعين عاما ثلاث قوة محور المقاومة الذي يؤمن بهذه القضية أربعة الوضع الدولي وأعلق السيد نصر الله على قضية المتران موسى الحاج الذي كان قد نقل أموالا من فلسطين المحتلة إلى لبنان فأكد أن هذا العمل خارج القانون بغض النظر عن أسبابه وقال أن افتراض البعض أن الأجهزات الأمنية اللبنانية تعمل تحت إمرة حزب الله كذب وافتراء اليوم بموضوع إسرائيل ما علينا شيء بدنا نتعاون بدنا نتفهم هذا موضوع ما فينا نتسامح فيه مع احترامي للبطركية والمطارنة والرجال الدين والمشيخ والمفتين وأصحاب السماحة والفضيلة والقداسة موضوع إسرائيل والعلاقة مع إسرائيل والمال من داخل من داخل الكيان المحتل هذا موضوع هو خلاف القوانين وخلاف المصلحة اللبنانية فلذلك هذا لا يعني مش إنه نحنا ما قلنا خصة بالموضوع ما قلناش خصة بالتوقيف اللي صغار بس نحنا مرفنا واضح حتى الاستثناء المعطى للمطارن إنه فيه رعية جوة وهو بده يهتم بهذا رعية فيه شيء أنا أريطه منطي ليش بده يعطي هذا الاستثناء طيب ليش بدنا نفتح حدود أصلا ولو لحالة واحدة بين لبنان وفلسطين محتلة طالما هذا طالما عم بتقوله لبنان اسرائيل عدو هو في بعض الناس لو بيطلعوا بعض الناس يعني ما عمقول كل اللي اشتغلوا بهذا في بعض الناس نفاقا بإلا كاسرائيل عدو بس هو من جوه لا هو أناته مختلفة تماما اسرائيل صديق وحليف ومستقبل إذا بنطلع من النفاق هذا العمر يجب أن يقفل سيد نصر الله توجه في ختام حوار الأربعين الذي امتد أكثر من ثلاث ساعات على شاشة الميادين توجه إلى جمهور المقاومة برسالة برسالة تصفه مجددا بأنه من أطهر وأشرف الناس شاكرا وفاءه وثباته ونصرطه للمقاومة طوال أربعين عاما من مسيراتها النضالية ضد الاحتلال الإسرائيلي وأعداء لبنان توجه للناس الناس اللي نحنا ما من جاملهم لما منقول أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس هل هي شوية حقيقة هون ناس من 82 هون نحكي من 82 مردح قابل من هاي مسيرة حزب الله اللي هاي الايام عم نحتفل بالأربعون ربيعا هون ناس احتضامهم وفاءهم حمايتهم عنايتهم تحملهم مسئوليا هن المقاومة شأنه هن حمل مقاومة لعباء اللي حملوها خلال أربعين سنة وكانت عم تكبر مع الوقت تضحيات عم تكبر مع الوقت دائما كانوا أوفياء ما خزلوا ما تركوا ما طعموا بالظهر السيد نصر الله أكد جاهزية حزب الله لجلب الفيول الإيراني إلى معامل الكهرباء اللبنانية مجانا على أن توافق الحكومة اللبنانية على ذلك وأشر إلى غياب الجرأة السياسية لدى الدولة اللبنانية على هذه الخطوة نتيجة الخوف من العقوبات الأمريكية أنه في ناس في لبنان بيهددوك بالاستئالة أنه ما فينا نحمل ما زورت إيراني جاي أنت جايبه هلا مش جايبه مجانا بس جايبه لتبيعه بسعر أقل من سعر السوق مثل ما عملنا وزيك الطراي نحتينا مع القيادة السوارية ومشكورين الجماعة وقبلوا معنا ناخدهم على بانياس منفرط من بانياس على لبنان بالتأكيد ما حنجيب فيول نجيبهم على بانياس نفرط من تهريب على لبنان لا لأنه الفيول بالنهاية بدأت تاخده من وزارة الطاقة مش هياخده الشعب اللبناني وحنجي نواجه نفس المشكلة يعني المشكلة مش طريق النقل لذلك اليوم ممكن أن تكون هناك شركات جاهزة روسية شرقية إيرانية إلى آخره ولكن أنا أقول لك للأسف الشديد للأسف الشديد ليس هناك جرأة سياسية في لبنان على هذا الأمر نتيجة الخوف من العقوبات الأمريكية على الأشخاص والعائلات إلى ذلك أبدأ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصرف الأعمال وليد ضفياض ترحيبه كوزارة بأي هبات تأتي من دولة صديقة في العالم وأشار كذلك إلى أن وزارته أعدت مواصفات لفيول اللازم لمعامل الإنتاج وذكر بأن المادة الثانية والخمسين من قانون المحاسبة العمومية حددت الأصول لقبول الهبات وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لا وزارة الطاقة ومعنا من بيروت الكاتب السياسي ساركيس بوزيد نرحب بك أستاذ ساركيس ونسأل اليوم الأمين العام لحزب الله في هذه المواقف التي أطلقها بخصوص يعني معادلة الردع الجديدة إلى أي مستوى نقل اليوم هذه المعادلة أو إلى أي مستوى وصل في هذه المعادلة وكيف أخرج الصراع مع الاحتلال من دائرته أو من نطاقه الحدود إلى مستوى أوسع وأكبر من ذلك بصراحة أعتقد أنه سنادا إلى هذا السؤال هذه المقابلة هي مقابلة تاريخية ومصفلية لأنها جاءت بظرف زمني حساس جدا قبل هذه المقابلة كانت بهذا الحوار كانت المقاومة تقف وراء الدولة تنتظر قرار الدولة بينما بعد هذا الحوار وهذه المقابلة المقاومة أصبحت جاهزة لتعلن موقفا منفردا لأنها رأت بأن الدولة مفككة عاجزة عن تشكيل حكومة غاركة في الفتاة هناك محاولة لحتى تكون منهارة غير قادلة على التخفض القرار وذلك بهدف تمرير كل هذه الصفقات التي تمر بالمنطقة على حساب لبنان لذلك برأي الرسالة الأساسية التي أرادها السيد من هذه المقابلة وكان الأستاذ غسان يعني مجيد بإدارة الحوار هي بأن المقاومة جاهزة بأن لا يسقط لبنان بأن تحافظ على سيادة لبنان على سروة لبنان لأن هذا المدخل الأساسي لإنقاذ البلد من حالة الانهيار ومن حالة الفقر ومن حالة الجوع لذلك هناك مسألة مصطلية عبر عنها السيد بهذه المقابلة بأن كانت هذه المقابلة رسالة للداخل والخارج بأن المقاومة جاهزة لاتخاذ قرار وهذه رسالة ردع لإسرائيل التي افترضت بأن تطويق المقاومة والضغط على لبنان ومحاولة أفقار لبنان وتجويع الناس بأنها سيكون المقاومة عاجزة عن اتخاذ القرار في المواجهة أراد أن يكون لها كلا المقاومة جاهزة للدفاع عن سروة لبنان ولمواجهة بأي أبداء إسرائيل وهذه رسالة للخارج كما هي رسالة للداخل بأن القوى السياسية التي تتلها بأمور سخيفة بأمور عادية بأمور غير جوارية أراد أن يكون لها بأن حالة هذه العجز المقاومة ستكون تتجاوز هذا العجز لتتخذ قرارا استراتيجيا للدفاع عن لبنان وأن لبنان سيسقط مع شعبه وناسه لكن بخصوص الجهات وحضرتك تتحدث عن الرسائل أستاذ ساركيس هل الرسائل فقط موجهة إلى الإسرائيلي وهل يترقفها الإسرائيلي فقط أم هي أبعد من ذلك بكثير بشكل أوسع طبعا هي للإسرائيلي وللأمريكي وكل من نقف مع المشروع للإسرائيلي للأمريكي وأيضا هي إلى الداخل بأن هذا التهويل الذي يمارس على المقاومة لن تقف عنده عاجزة لأن حالة العجز ستؤدي إلى انهيار لبنان إلى ألغاء لبنان إلى نهاية لبنان لأن الوضع الاقتصادي الاجتماعي يمكن إيجاد حل أساسي له من خلال الثروة النفطية الموجودة في مياهه لذلك أراد أن يقول للناس الشعب بأن المقاومة جاهزة لاتفاع عن هذه الثروة من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي الاجتماعي والمحافظة على سياسة الاجتماعي وهذا بخصوص الداخل لكن عفوا بخصوص الخارج إسرائيل كيف تتلقف هذه الرسائل وهذا المستوى من معادلة الردع الذي وصل إليه الأمير العام لحزب الله سيد حسن نصر الله الولايات المتحدة الأمريكية كيف تفهم كيف تتلقف هذه الرسائل نحن على بعض أيام قليلة من عودة المباوث الأمريكي إلى لبنان وأيضا الخارج بما فيه الدول على تماث فيما خص الموارد النفطية وحق الكاريش كمان أكد على ذلك سيد حسن بأن الإسرائيل ليست القضاء والقدر بأنها لم تعد القوة القادرة بأن تكون المهيمن والحاسم بكل النقاط هناك نقاط ضعف أساسية في إسرائيل من خلال التناقضات الداخلية الموجودة وبأن إسرائيل هي على طريق النهاية وأنا منذ سنة أصدرت كتاب عنوانه إسرائيل إلى نهايتها لأن من يقرأ التصريح الإسرائيلية ومن يحلل البنية والكيان الإسرائيلي يدرك بأن هذا الكيان لا يستطيع أن يستمر مهما طال الزمن هناك نقاط ضعف وإسرائيل عاجزة عن شن حرب شاملة كما البعض يفترض أو أن تخوض مواجهة شاملة مع المقاومة وحلفائها لأن هناك نقاط ضعف داخل إسرائيل داخل بنية إسرائيل لذلك الرسالة واضحة بأن المقاومة تنتظر أو كانت بحالة هدنة ولكن هي جاهزة للرد على أي اعتداء من قبل إسرائيل بهذا الوضع لذلك كانت الرسالة واضحة لها ومن يراهن على اعتداء إسرائيلي أو على أدوان إسرائيلي يمكن أن يستفيد منه في الداخل أو الخارج الأستاذ ساركيس بزايد الكاتب السياسي حدثنا من العاصمة اللبنانية بيروت شكرا جزيلا لحضرتك على أذار مصغية في إسرائيل وقع التهديدات الأمينة العام لحزب الله سيد حسن نصرال التي أطلقها في مقابلاته ضمن حوار الأربعين عبر الميادين وقد دع مراقبون إسرائيليون إلى أخذ هذه التهديدات على محمل الجد وسط مخاوف من تعظم قبل مقاومة في لبنان وفلسطين وتشكيك في قدرة الجيش الإسرائيلي على حسم أي حرب في البر تقرير منال إسماعيل لم ينتظر وزير الأمن الإسرائيلي بني جانس طويلا حتى يعلق على الرسائل والتهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مقابلته مع قناة الميادين لم أستمع إلى المقابلة كلها بنفسي لكنني طلقيت استعراضا لما قاله نحن في وضع حساس في الشمال آملوا أن لا تتدهور الأمور إلى حرب أو إلى عدة أيام من القتال لكن علينا الدفاع عن حقوقنا وعن قدرتنا على استخراج الغاز من مصادرنا من دون المسيب اللبنانيين بل على العكس نحن مستعدون ونرغب في التوصل إلى اتفاق كلم جانس ترافق مع اهتمام إعلامي إسرائيلي واسع بكلام السيد نصرالله في المقابلة ولسيما المتعلق منها بالنزاع البحري واستخراج الغازي وقدرات حزب الله في أي مواجهة مقبلة نصرالله مستمر في إطلاق التهديدات في كل ما يتعلق بالنزاع البحري بين لبنان وإسرائيل وفي مقابلة مطولة مع قناة الميادين أوضح نصرالله أنه إذا استخرجت إسرائيل الغازة من كاريش في أيلو السبتمبر من دون حصول لبنان على حقوقه فستكون هناك مشاكل يبدو أن نصرالله يشدد النبرة من خطاب إلى خطاب مراقبون دعوا إلى عدم الركون لتقديرات الاستخبارات الإسرائيلية التي قد لا تكون دقيقة في كل ما يتعلق بالمواجهة مع حزب الله التقدير الاستخباري يقول أن نصرالله سينجز الحل لكن لا يمكن أن اعتمد على هذا التقدير فقدرات حزب الله لا تقارن بغزة وهي أعلى بكثير مع قدرات صاروخية مهمة بعيدة المدى ودقيقة وفقيلة وهذا ما يجب على الجيش الإسرائيلي أن يستعد له وعلى إسرائيل أن تفهم بأن هذه المواجهة إذا اندلعت فستكون مواجهة مهمة وفيما توقف مراقبون عند حدة نبرة الأمين العام لحزب الله التهديدية دعا آخرون إلى عدم الاستخفاف بها والاستعداد للسيناريو الأسوأ وبالتوازي استمرت اعتداءة الاحتلال ضد الفلسطينيين وقد هدمت جرفاته منزلي منفذي عمليات أرئيل الأسيرين يحيى مرعي ويوصف عاصي في سيلفيد فجر اليوم وتفقد الفلسطينيون اليوم مكان التفجير حيث رفعوا العلم الفلسطيني ورددوا الهتفات الداعمة للمقاومة والقدس والأقصى هذا فيما أكد والد الأسير يحيى مرعي بعيد هدم الاحتلال منزله أن هدم البيوت والقمع لن يردعى شعب الفلسطيني عن المطالبة بحقه هذا السياسي سياسي قديمي جديد والاحتلال دائما باستهداف بهد الدور عسبة أنه يردع وهذه الحاكة هو أصلا لنجم أن يتعلمها أنه هدم البيوت وقمع وأسر لن تردع الشعب الفلسطيني في مقاومته والمطالبة بحقه وكانت المركبات العسكرية الإسرائيلية قد اقتحمت بلدة بن حسان في سلفيد وأغلقت كل الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إليها كما انتشر القناصة على سطوح المباني العالية وتصدى شبان البلدة لقوات الاحتلال بالحجارة وبوضع عوائق أمام ألياتهم وإشعال الإطارات حيث أطلقت قوات الاحتلال الغازة المسيل لدموع بكثافة ما تسبب بعشرات حالة الاختناق وذلك قبل تفجير المنزل وفي ملف الأسرى أكدت مؤسسة مهجة القدس نقل مصلحة سجون الاحتلال للأسير محمد العارضة أحد أبطال عملية التفق الحرية من عزل سجن إيشل إلى عزل سجن أيالون وأضافت المؤسسة أنه تم نقل الأسير إياد جردات ومحمد أبو بكر من عزل سجن رامون إلى عزل سجن أيالون وكانت قوات الاحتلال قد أقدمت منذ يومين على نقل الأسير محمود العارضة من عزل سجن رامون إلى عزل سجن ريمونين وإلى إيران حيث أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإيرانية الأدميرال علي رضا تانكسيري أكد أن القوات البحرية الإيرانية قوة استراتيجية كاملة تانكسيري شدد على أن الزوارق الجديدة والسريعة لحرس الثورة أصبحت متخفية من الرادار مشيرا إلى سعي المستمر للاستخدام هياكل مصنع محليا وأكد قدرة إيران على إرساء الأمن في المنطقة مع رحيل الأمريكيين وكشف انضمام سفنة شهيد سليماني الحربية الفريدة في نوعها إلى بحرية حرس الثورة قريبا من جديد الخلاف الروسي الإسرائيلي المستمر على خلفية إغلاق الوكالة اليهودية في موسكو ووصفت الخارجية الروسية اليوم وقف إسرائيل بهذا الشأن بغير البناء وقالت في بيان أنه يجري النظر في قضية وكالة سخنوت لهجرة اليهود على المستوى القانوني الخارجية الروسية أعربت عن أسفها للسياسة التي تنتهجها إسرائيل في الأشهر الأخيرة بما في ذلك موقف تل أبيب من الوضع في أوكرانيا وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب بصدد توسيع أنشطة مساعداتها لأوكرانيا هيئة البث الإسرائيلية كان كشفت تحويل الخارجية الإسرائيلية تمويلا رسميا لمنظمات الإغاثة المدنية الأوكرانية الناشطة للمرة الأولى ونقلت عن الخارجية قولها أنها تعمل على تقديم مساعدات إلى أوكرانيا بطرق مختلفة إن كانت مباشرة أو بالتعاون مع طرف ثالث يعمل في أوكرانيا مشيرة إلى أنه لا علاقة بين ناشطة المساعدات لأوكرانيا والعلاقات الروسية الإسرائيلية هاجم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري مدفديف على نحو عنيف السياسة الأوروبية حيال روسيا والتي وصفها بأنها مزيج مثير للشمئزاز من الوقاحة المتغطرسة وطفولة المراهقين والغباء البدائي مدفديف وفي منشور على قناته على تيليجرام أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن منذ البداية نيته معاقبة روسيا بشدة وقرر تمزيق الاقتصاد الروسي عبر فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة من دون أن يقدر الثمن الباهظ الذي عليهم دفعه بدورها حذرت الخارجية الروسية من أن أي محاولات من قبل كييف والاتحاد الأوروبي لتحقيق نصر على أرض المعركة ستقضوهما مباشرة نحو الهاوية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أشارت في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية إلى أن الاتحاد الأوروبي واصل الاستثمار في المزيد من الأعمال العدائية عبر إمداد الأوكرانيين بالأسلحة والمعدات العسكرية من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف أن أوروبا أغلقت السيل الشمالي اثنين لأسباب سياسية وقال أنه على الرغم من جاهزية السيل لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز أغلق لأسباب سياسية أحد يأتي ذلك فيما أطلقت المفاوضية الأوروبية خطتها الداعية إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 15% وصارتفاع أسعار الغاز عالميا بنسبة 12% عن هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل عبدالله ظاهر مباشرة من الاستوديو للمزيد من التفاصيل عليه تفضل عبدالله مرحبا دينا مرحبا أحمد أهلا بكم مع التحديات التي تواجه سوق الغاز العالمية بعد فرض الغربي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد روسيا ما أدى إلى تقليص واردات الغاز من روسيا دعت المفاوضية الأوروبية إلى اعتماد خطة لخفض الاستهلاك بنسبة 15% أسس الخطة خفض استهلاك الطاقة وتقليص المصروف والحد من التدفئة وتكييف الهواء في المباني العامة والتجارية فإيطاليا مثلا ستمنع استخدام تكييف الهواء إلا إذا وصلت درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية إسبانيا أطلقت خطة كفاءة الطاقة التي تدعو الموظفين إلى العمل عن بعد أكثر أو ركوب وسائل النقل العام والدراجة الهوائية أو أطفاء الأنوار في الإدارات ألمانيا مثلا أكبر مسالك للغاز في أوروبا ستطلق خطة استراتيجية لتغزين الغاز بنسبة 75% من حاجتها بحلول شهر أيلو سبتمبر المقبل أبرز المتضررين ألمانيا لكونها أكبر المستوردين والمستهلكين للغاز الروسي بمقدار 142 مليار متر مكعب من الغاز ونحو 34% من النفط الخام الألماني يأتي عادة من روسيا بدورها فرنسا تستورد نحو 17% من احتياجاتها من الغاز الروسي فيما اتجهت إيطاليا والتي سهلكت 76 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي إلى دول بينها الكونغو أنجولا الجزائر وقطر لاستبدال 29 مليار متر مكعب من الغاز الروسي لكن السؤال هل تكفي جهود الاتحاد الأوروبي لتخطي الشتاء المقبل من دون غاز روسيا الجواب لا لذا تتجه أوروبا نحو أهون الشرين من خلال زيادة استخدام الطاقات الملوثة والتحول إلى الفحم أو النفط أو الطاقة النووية فدول مثل ألمانيا هولندا النمسا المجر إسبانيا وفرنسا أعلنت عن إمكانية الاستخدام الاستثنائي لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتأخير إغلاقها أو زيادة إنتاجها حتى لو أنها للتعويض عن قطع الغاز الروسي عودة إليكم دينا وأحمد شكرا لك عبد الله إذن وفي هذه الأثناء بدأ الرئيس الفرنسي أمانييل مكرون محادثاته في الكاميرون والتي وصلها ليلة أمس مستهلا جولة في منطقة غرب أفريقيا تشمل ثلاث دول وقال مسؤول رئاسي فرنسي أن الرحلة الأولى لمكرون خارج أوروبا في ولاياته الجديدة التي ستأخذه أيضا إلى بنين وغينيا بيساو يجب أن تسمح له بإظهار التزام الرئيس بعملية تجديد العلاقة مع القارة الأفريقية وقبل الزيارة دعا تجمع أحزاب سياسية في الكاميرون مكرون إلى الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية وفي فرنسا دفع ارتفاع درجة حرارة الطقس على نحو غير طبيعي شركة الكهرباء الفرنسية إلى إيقاف أجزاء من المفاعلات في محطات الطاقة النووية في البلاد وقد أدى درجات الحرارة المرتفعة إلى نقص في كميات مياه الخزانات التي كانت مصدرا لتبريد المفاعلات وسيؤدي تعليق عمل محطات الكهرباء إلى انخفاض في إنتاج الطاقة بفرنسا بنسبة خمسين في المئة إلى تايوان التي تواصل مناوراتها العسكرية والتي تحاكي وقوع هجوم جوي صيني محتمل المناورات شاركت فيها سفن حربية هذا فيما دوت صفرات الإنذار لمدة ثلاثين دقيقة في أجواء تحاكي تعرض تايوان للهجوم بغارات جوية في ظل تزايد التحذيرات الصينية من خطر تهديد أمنها الإقليمي في المقابل حذرت وزارة الخارجية الصينية تايوان بعد ما وصفته بمحاولاتها الوهمية لمواجهة البر الرئيسي عسكريا ردا على المناورات العسكرية في تايوان وشددت الخارجيات الصينية على أن محاولة تايوان الاستقلال عن الصين ستفشل في النهاية وأشارت إلى أن طريق الاستقلال طريق مسدود الطريق إلى استقلال تايوان هو طريق مسدود ومحاولة تايوان الوهمية لمواجهة البر الرئيسي عسكريا تشبه محاولة حشرة صغيرة لعرقلة عربة كبيرة وسوف تفشل في النهاية إلى تونس حيث تتواصل عمليات فرز الأصوات في الاستفتاء الذي جرى أمس حول الدستور الجديد وأفاد مدير مؤسسة سيجما كونسي حسن الزرقوني أن التقديرات الأولية تشير إلى أن 92.3% من الناخبين صوتوا بنعم على مشروع الدستور مقابل 7.7% صوتوا بلا وأضح أن التقديرات تفيد بأن 25% شاركوا في التصويت إلى ذلك أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التاريخ لا يعود إلى الوراء وأن الاستفتاء الذي شهدته البلاد هو تعبير عن إرادة غالبية الشعب التونسي ولفت صعيد إلى أن الحل لمشاكل البلد لا يمكن أن يكون إلا حلا جماعيا ما قام به الشعب التونسي في هذا اليوم درس للعالم ودرس في التاريخ على أي مقياس يقيسون به دروس التاريخ أن الشعب التونسي يحقق اليوم هذا النقلة وهذا الانتقال من حالة الهأس والإحباط والقنود وحالة التفكير والتنكين يعني هو مقصود هذا التنكين مرة سكر مرة قهوة مرة دواء مرة مال مخبوة مرة الكارباء مخبوة هذه كلها للتنكين بالشعب التونسي ثم حتى يجعل الطبية طبية قطاعية في حين أن الحل لا يمكن أن يكون أن حلا جمعيا يغني تصور جديد من المجلس النيابي ثم أيضا المجلس الثاني مجلس الجهات المجلس الوطن الجهات والأقلين حتى يشارك المهمش في صنع القرار وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة التونسية مراسل ميادين مراد دالانسي مراد مرحبا إذن الأغلبية صوتت لصالح الدستور الجديد لكن فيما يتعلق بالأرقام النهائية والرسمية ومتى من المتوقع أن تصدر وكيف تم التفاعل مع مجرى يوم أمس على الصعيد الشعبي وعلى صعيد القوى السياسية في تونس نعم أحمد الرقم الرسمي يتعلق بنسبة المشاركة وكان في حدود 27.5% أما الأرقام التي تتعلق بالمصادقة على هذا الدستور أو نسبة المصويتين بنعم فهي أرقام استطاعات الرأي أكثر من 90% ولكن الآن الأرقام التي تأتي من المحافظات أي الأرقام الجزئية تقريبا كلها في حدود هذه النسبة وبالتالي يمكن أن القول أن الأرقام الرسمية لن تختلف عن استطاعات الرأي وهي أكثر من 90% في الحقيقة أحمد الجميع كان يعول أو الرهان كان هو نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء وليس نسبة من يصوتون بنعم لأن الجميع كان يعلم أن هذا الدستور سيحظى على أغلبية المشاركين ولكن الرهان من المعارضة أو حتى من مؤيدي قيس سعيد كان كم سيشارك في هذا الاستفتاء وكان واضحا بعد خروج أو صدور نتائج نسبة المشاركة وهي 27% من جملة 9 ملايين على قائمة من يحق لهم الانتخاب بدأت ردود الأفعال مباشرة جبهة الخلاص المعارضة مثلا اعتبرت أن هذه النسبة تعتبر أن الشعب التونسي أو الناخبين قد قاطعوا هذا الاستفتاء وهي رسالة إلى الرئيس التونسي وعليه الاستقالة ودعت إلى حوار وطني ينتهي بحكومة إنقاذ حزب العمال كذلك منذ نصف ساعة تقريبا أصدر بيانا واعتبر أن هذه الأرقام تشير إلى أن الشعب التونسي قد قاطع الاستفتاء وأن هذه النسبة أفقدت الرئيس التونسي كل شرعية ومشروعية وأن يجب عدم الاعتراف بهذا الدستور وكذلك دعت الرئيس قيس سعيد إلى الاستقالة إذن من الواضح أن المعارضة كانت تعاول على نسبة التصويت ونسبة المشاركة لإعلان هذه المواقف في مقابل ذلك مؤيد والرئيس التونسي قيس سعيد يعتبرون أن ضعف الإقبال على المشاركة هو أمر طبيعي ومنذ انتخابات 2011 بدأت نسبة المشاركة تتراجع ولكن في المقابل يعتبرون أن أكثر من مليوني تونسي صوتوا لصالح الدستور هي نسبة لم يتحصل عليها أي شخصية سياسية أو أي حزب سياسي لأن كانت الأحزاب تتقاسم من مجموع الناخبين وبالتالي أن يتحصل شخص واحد هو الرئيس التونسي فقط وبالتالي هذه النسبة تعطي مشروعية إلى الرئيس التونسي إذن الدستور التونسي والنتائج الاستفتاء يبدو أنها خلفت تواصلا للأزمة السياسية والسجال السياسي شكرا جزيلا لك مراسل الميادين في تونس مراد الدلانسي والآن إلى أخبار الاقتصاد مع الزميلة لسار كرم لسار تفضلي شكرا لك أحمد أهلا بكم خفضت شركة جاسبرام الروسية دخل غاز عبر خط السيل الشمالي واحد إلى ثلاثة وثلاثين مليون متر مكعب يوميا بسبب عدم استعادة التوربين من شركة سيمينز كان يخضع للصيانة في كندا وبعد هذا الإعلان ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 12% لتصل إلى 1890 دولار لكل ألف متر مكعب وكان الرئيس الروسي قد حذر من أن عدم إعادة التوربين سيؤدي إلى خفض ضخ الغاز من 60 مليون متر مكعب إلى 30 مليون يوميا وفي السياق أقرت المفوضية الأوروبية إجراءات طارئة لتقليل استخدامها الغاز الروسي بنسبة 15% مع السماح ببعض الاستثناءات المفوضية أوضحت أن الهدف هو تحقيق مخزون قبل فصل الشتاء والاستعداد لانقطاع محتمل لإمدادات الغاز الروسي على أن تنظر لاحقا في إمكانية تمديد أو تعليق العمل بهذا الاتفاق هذا وقرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر إضافية بدوري دعا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا دول الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات سريعة ردا على قرار روسيا سيكيلا رأى أن الإعلان الروسي أدى إلى ارتفاع الأسعار واصفا الأمر بالسلبي وداعيا الشركاء الأوروبيين إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية في أقرب وقت ممكن قالت صحيفة البايس الإسبانية إن الاتحاد الأوروبي وعلى خلفية أزمة طاقة المتفاقمة قد يواجه انقساما خطيرا داخله وجاء في مقال في صحيفة تحت عنوان الاتحاد الأوروبي يهتز أن بريكسل على سبيل المثال تخشى من أن تؤدي إجراءات الاتحاد الاستثنائية مثل تقنين وخفض الاستهلاك الغاز إلى انقسامه ولفتت الصحيفة إلى أن اقتراح خفض الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% كشف عن انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء تتجاوز مجال الطاقة رأى الممثل الرسمي للرئيس التركي إبراهيم كالين أن انطلاق أول سفينة محملة بالحبوب من البحر الأسود ممكن في الأسابيع القليلة المقبلة وربط الأمر بالاستعداد استعداد الجانبين الروسي والأوكراني لتنفيذه وفي السياق قال النائب الأول لوزير زراعة الأوكراني إن صادرات الحبوب من بلاده قد تصل إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف طن شهريا بفضل الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا أكد رئيس مجلس الدوم الروسي فيتشيزلاف فولودين أن هناك خمسة أسباب تجعل الدولار يفقد مواقعه العالمية وأن عملية تراجع مكانته انطلقت ولم يعد من الممكن إيقافها وأشار إلى أن الدولار لا يحظى بأي غطاء من السلاع أو الموارد الحقيقية ولسيما بعد انسحاب البلايات المتحدة من اتفاقية بريتين وودز مضيفا أن استخدام الدولار كأداة للحرب السياسية ساهم بفقد الدولار لمواقعه ختام الظاهرة لليوم مع أخبار متفرقة من العالم من بينها أخبار المناخ ومخاطر تغيره وإذا جانب هذه الأخبار أحمد فهل من الممكن أن تزول جبال الألب يوما ما وفي أخبارنا المتفرقة أيضا تناول ما يمكن أو تناول ما يمكن أن يساعد المرأة الأيزيدية على نسيان ما مر عليها من صدمات على يد الإرهاب والمزيد في فقرة التسعونة ثانية الحر أذاب حتى الجبال الأنهار الجليدية في جبال الألب في طريقها لتحقيق أعلى خسائر جماعية لها في ستين عاما على الأقل وإذا استبرت انبعاثات الاحتباس الحراري في الارتفاع فمن المتوقع أن تفقد هذه الأنهار أكثر من 80% من كتلتها بحلول عام 2100 فهل ستختفي يوما جبال الألب؟ الأكيد أن المياه اختفت تقريبا من بحيرة ديكان شرق مدينة السليمانية في كردستان العراق المزارعون يكافحون من أجل الري هنا قد تزول الجبال وتختفي البحيرات ولكن حب لك لن يزول هذا ما يقوله كلب البحر لقوارب النروج في أوسلو فهو يسرق الوقت ليأخذ قيلولة على متن أحدها الكلب العاشق قليل الحظ على عكس الكلب الألي الذي سرق الأنظار في حديقة مونستر للحيوانات في ألمانيا الهدف معينة العلاقات بين الإنسان والروبوت ومعرفة ما نعتقد أنه يجعل المخلوقات حقيقية هل تفكر في إعطائه قطعة حلوة؟ هل تخاف من كلب آلي؟ الذي يخاف من كلب لا يمكنه بالطبع أن ينام بالقرب من دينوسور كما فعل هؤلاء الأطفال في الأرجنتين بقضائهم 12 ساعة نياما بالقرب من بقايا متحجرة لأكبر الدينوسورات التي جرى اكتشافها على الإطلاق هل تخاف من الدينوسورات أيضا؟ ليس عليك إلا التسلح بقلب امرأة أزيدية هي التي اختبرت الإرهاب عن قرب هي تشارك في دروس ملاكمة في زاخ لتتمكن من التعامل مع مشاكلها النفسية فالصدمات يمكن أن تزول بالملاكمة وبالعيش من أجل السالسة مدينة كالي الكولومبية التي تحكي ميلادها على أنغام موسيقى تراثها الثقافي السالسة هذه الظهيرة انتهت وإليكم تذكيرا بعنوينها لا يوجد هدف إسرائيلي في البر أو في البحر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة سيدنا صل الله في حوار الأربعين للميادين صواريخنا الدقيقة تطال كل الأهداف الإسرائيلية برا وبحرا وتل أبيب لن تستطيع استخراج النفط قبل حصول لبنان على حقوقه إذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش بأيلول ولبنان بعد ما أخذ حقه يعني نحن على المشكلة شو ما دعسنا فعل بتشوفوا يوم التال وزير الأمن الإسرائيلي يقول لا نرغب في تدهور الأمور وعلينا استخراج الغاز من دون المسي بحقوق اللبنانيين وأعلام تل أبيب يشكك في قدرات الجيش الإسرائيلي على حصم أي حرب على وقع الهتافات المنددة بممارساته والمتمسكة بالمقاومة وما الاحتلال يفجر منزلي منفذي عملية أرئيل في سلفيت شمال الضفة روسيا تصف المواقف الإسرائيلية بشأن الوكالة اليهودية بأنها غير بناء وسياسة الاتحاد الأوروبي حيالها بمزيج الوقاحة والطفولة والغباء سمريرو فرزي أصوات الاسفتاء في تونس بشأن الدسول الجديد احتفالات في العاصمة ورئيس سعيد يقول التاريخ لن يعود إلى الوراء وكان في أخبار الاقتصاد رغم رفض بعض الحكومات المفوضية الأوروبية تقرر تخفيض استهلاك الغاز 15% وأسعار الغاز تقفز 12% وكان في أخبار الرياضة الدون في طريقه للسعادة مكانه في تمارين مانشستر نويتد الإنجليزي المزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء